بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ونسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله المرأة المسلمة لابد تعرف أن لها دور كبير في المجتمع المسلم فهي الأم هي الزوجة هي الجدد هي البنت لابد تقوم بهذا الدور أكمل قياح بسم الله الرحمن الرحيم المسلمة يجب أن تعرف وعرف أنها لديها مهمة جدد في المجتمع لأن المسلمة هي عزيزة وأنها عزيزة وأنها عزيزة وأنها عزيزة لذلك يجب أن تتعرف المهمة جدد في هذه الأزمنة المشاكل الزوجية والطلاق صلى الله عليه وسلم في هذه المتحدة في هذه المتحدة هناك مناسبة 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 ونحن ونحن ما هو السبب؟ وما هو السبب؟ ما هي السبب؟ مناسبة وبدل أن نسمع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا نسمع لجوجل صحيح؟ نعم والمرأة تقول لها صديقتها مثلاً تقول لها لماذا تسمع لزوجك؟ لماذا لا تسمع له كذا وتسمع له كذا؟ والقانون هنا معك وكذا؟ طيب هي لو أطاعت زوجها كان هذا السبب لدخولها الجنة ثم الحياة ما يمكن تصير إلا بماده؟ بالاتفاق بين الزوش والزوج، نعم ومع المشروع في الناس لديك بعض الوصولات من موقع تكون لديك شخصاً ونحن تنجح بشأنها ونحن تنجح بشأنها ونحن تنجح بشأنها لأن لماذا تفعل ذلك لك لكي أنت لماذا تفعل ذلك معه ونفعل ذلك معه ونفعل ذلك معه يجب عليك هذا الناس يجب عليك أن تفعل هذا. و لكن لا يمكن أن تفهم هذه عزيزة لا يمكن أن تفهم أنها تفهم بها و تفهم بها و تفهم بها بها بطريقة جيدة. هذا هو مدرسة إلى جنة و أيضا أن قمت بها يمكن أن يكون مدرسة في الحياة عندما يكون بها و بها و بها نعم لا يوجد حياة بدون مشاكل نعم يقول ان المشاكل هي ملح الحياة تستطيع تأكل بلا ملح لا لازم ملح قليل وممكن الزوجة تزود عليك الملح قليل يا أخي أصبر وحن يقول لك زل ملح leader Hande وعندما يقولون قصود على مرح synergy مثل زل في القول فقط يعني الذي Scorpio لا يمكن إلى أفضل تصعب وهذا الفيأن ذلك أفضل لديها زل ملح حسنا متى وجود انتحدث الرج encuent rainbow أسفل و أنت قاعد ولكن يحتيح قوة فلجpract جuppاء أصبرا ببلة إذن رؤية قل Kommunen اذا اغضبت اخرج اذا اغضبت كالزوجة البس ملابس جميلة وتعطى واخروج نصف ساعة مشاكل تنتهج باذن الله هذا يقول لك احد متزوجته نعم اذا اغضبت جميلتا واخروج نقص من احمل المشري ان اذا اغضبت ساعة امرأة امرأة احترام الناسه لم يتوقف هذا يقول لا يقول جربت لا ترد ابتعد في النشب تعال وابقى في المسجد خير لك من أن تبقى في المشجد صحيح أو إذا كانت تقول شيئاً لكي تجعلك مغلقاً فأذهب إلى المسجد في مقالباً إنه أفضل أن تأتي ونحن من هذه المشكلة ونحن إلى المسجد ثم تتبع في هذه المشكلة ونحن مغلقاً ونحن نعم لا يخلو بيت من المشاكل حتى كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء حتى تتعلم الأمة كيف تصنع نعم المشكلة أن هذا يذهب الإنسان يعني لا ينفع بأن يتكلم كلمة واحدة ويخطي بأشياء يفسد عليها البين يقول اسمع أفضل طريقة تصنع بها كذا تسرق الجواز وتخطع نعم نعم والمرأة يقول لها صديقتها اسمعي اترك البيت طالب الحكومة والله يسجن نعم ارفع في قضية صحيح؟ لا يتكلم كلمة واحدة لا تقول سحر الشرك لا تقول كيف أي تعرفي؟ قالت نعم أنا أساعدك أنا أصنع عليك بكل شيء يعني هي تصنع لها الشرك إذن هي وهذه الزوجة شركاء في الشرك نسر عافية والسلام وهذا حديث كثير من النساء إلا ما رحمه الله نسر عافية والسلام نعم نعم وليس نعرف أن سحر هو شرك وليس ما يحدث قالت إذا كنت لا تعرف كيف تفعل هذه المجموعة ثم سأساعدك وليس ما لا تفهم أنهم جميعا 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 في شرك مع الله وعلى وعلى وهذا شيء ما يحدث مع الكثير من المجموعة except those whom الله ما سيطان هل كل خصومة هل كل خصومة بين الرجل والمرأة سبب للطلق نعم is every small argument between the husband and the wife is that a valid cause and a valid reason to have a divorce نعم أو لا ها متزوجي يعني should every small problem be a reason for divorce نعم 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 طيب ما هي القضية اللي يكون عليها القرار ما يعني and the brother said no so the shaykh asks okay what type of problem or dispute is valid enough for there to be a divorce نعم ما هي القضية it doesn't provide he doesn't provide his grace لن تزوجي المتزوجي نعم انتزوجي are you married نعم 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 طيب يقول لا ليس كل قضية لذلك لا يحدث أن كل مقابلات موجودة لحصول مدرسة فقط القضاء الكبير و حتى لا يسى طلاق فقط المقابلات موجودة لحصول مدرسة لحصول مدرسة و حتى لا يوجد لحصول مدرسة مدرسة شرك كبائر عسيان كامل و لكي يكون مدرسة كامل ليس قلت لها اصنع الشاهي لم تصنع اجلسي ما جلست لها عسيان كامل الشعب يريد اسقط نظام نعم فأنت Renee بلوصول والذيخ من الوحن لتأتى فبعاً فحثًا، لاحظة زوجة سمعت بسهر اذا كان ذلك، فأنتذي سمعت بسهر فعلاً لن نقول لهم جاً فعلسة سابقة بلوصول والذيخ فالذيخ الحسن والذيخل منها ايضاً فكرة سمعت بسهر نعم. نعم. والله في هذه الشكلة. فضعت بحكم من اهلية. يقول حكم خطأ. نسيحة. يا سلام. يقول نسيحة. ينصحها. احيانا تعامل الزوج هو السبب في عسيان الزوجة. صح? نعم. احيانا المجتمع. نعم. احيانا اصدقاء. فانت ابحث عن السبب. حل هذا السبب. ابتعد عن هذا السبب. نعم. شخص على سبيل جواب when there is complete complete refusal complete disregard from wife towards the husband the first step in rectifying this problem is نسيحة that you try to be sincere in your advice and what that means is you try to find out what is the root cause of this problem because sometimes the way that the husband is acting is the root cause of her refusal sometimes it might be the society or the environment sometimes it might be friends so you try to find what the root cause of the problem and then you try to remove yourself from that cause. نعم هاول استعى بالله سبحانه و تعالى قبل تدخل البيت اذكر الله. نعم اذكر الله سبحانه وتعالى ممكن عين ممكن سحر ممكن لكن لا توسوس لكن اقرأ قرآن في البيت اقرأ عليها القرآن قل ممكن عندنا مشكلة نخلها وأنت لا نريد الفراح لا نريد كذا نعم. ويمكن من المعلم من الممكن ان يكون متحق ان يكون موجود و مبارك و ايضا قرأ سم ضع والشيطان ولكن قرآن قرآن وضح للميام الله و رأيها لن تقوم معك بيننا وبيننا ونڑني أننا سنحاول هذا المشكلة ونجد نريد نريد أن نڑوتا أو تفاعلنا في بعض البيوت فيها الشياطين ما في ملاائكة والله وفي بعض البيوت كانت هناك من الناس وأنه روزين لا تتحول منهم وأنه الهناء الكتاب لن تلقى بشكل Safe صور وصورة من الناس والجنزق نعم إذا الصور موجودة ما تدخل الملاائكة نعم صور إنسان صور حيوان لكن أشجار سماء أرض ما في مشكل كذلك الأصنام يعني فرص نمر للملائكة أيضا أكرمكم الله وجود الكلب في المنزل أيضا لابد تجعل بيتك فيه ملائكة لا شاطيك يعني بعض الناس يقول ما سبق لي والله يقول لي أحدهم يقول أنا لا يدني زوجتي تصلي أو لا لا يدني لا تحقق معها لا أو تفتش عليها أو تضع كاميرات لا هذا أيضا خطأ حسن ل câmera لا يدني أن تساعدك أن أنك سبق لا يدني بسكترا understandable on your wife investigate your wife or that you play security cameras everywhere this is also a mistake لا ممكن أن تأته تقول أنا أريد صلى متى معك اليوم قلنا سنة أن يكون عندك في الب 과ق نعم. انا اسألكم الان هنا هل مرة واحدة صليت مع زوجت القيام الليل؟ هل مرة اجتمعتم وقرأت القرآن؟ هل مرة اجتمعتم قلت اليوم نريد أنا وأنتي نقرأ حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مرة اجتمعتم قلت تقلت من حديث عن رمضة المسجد؟ وهذه يقول أنا إمام المسجد طيب و هذا هو يقول لأنا إمام المسجد يا صحيح أنت سلّي هنا بعدين ترجع يا بيتكتر قل أنا أصلي معك نافلة وأنت فريضة نعم يا صحيح اس لن يجب حتى لن يجب عمله هذه العملية في المسجد ثم يجب укسجي الى المسجد فقط فقط بها ولكن تعالى الرجاء اي فارج و لن يجب التطوله لها هذا مجبب و لا تتكلم مع لها أتكلم لم يجب لي تذارك ويقول حكورما لا تتذكر لن تذكر وقلنا لهذا الشيخ نتعاون في البيت على التكلم باللغة العربية يقول متفقين أنا وأنت لا نتكلم إلا بالعرب وممكن تصنع جهنم وممكن تصنع جهنم صحة ولا إذا حاول يا أخي استعن بالله وقل نتساعد أنا وأنت نتساعد لا تقول أدرسك أعلمك نتساعد أنا وأنت حتى الأولاد يتعلموا اللغة العربية ولدنا هذا حتى يكون يذهب إلى الجامعة الإسلامية وكذا لازم نتعاون أنا وأنت وأنت الله في سطح أن تعرف أنا سوف أ sacسكين أليس إلا أنك هم من القلوبه عين رأننا نع etcetera audم نتعاون بما سأشئ معناarr لدينا ن IBM لدينا نحصل نب التطبيئي في وست نسبت م Whats But the we're gonna learn because we're helping each other perhaps in The future he'll build a course study in س monstr 있어 إلا à اللم السلامية لا تجعل شيء في البيت يثير غضبك هذا يقول إذا دخلت المطبخ أصمع مشكلة ولا بد ياخي لا تدخل المطبخ هذا مو عملك انت خلاص ورتع لا تدخل مطبخ لازم يدخل إذا اللحظ مشكلة مشكلة إذا بقيت في الصالة ابقى في الغرفة إذا مشكلة إذا كان بقى في الصالة يصنع مشكلة ادخل الغرفة ابقى فيها صلي يا أخي ادخل بيت صلي والله تنحل المشاكل بإذن الله ماذا بك زوجي تقول ماذا بك تقول ذنوب يا قل عندي ذنوب والله أريد كفر عن ذنوب يا خليني صلي صلي نعم وإذا إذا ما تقول ماذا بك ماذا بك لماذا تسعرق؟ ماذا تحرك معك؟ اقول انه بحث انتظروا بحث انتظروا بحث ونحن لفتالي اتغافل نصف الحياة نصف الحياة التغافل والحياة إذا تريد أن تعيش بالحياة مشتوك أجل تغافل إذاً تريد المجلسة أفضل و سجد عاحية بشكل طوال then half of the recipe is what? Overlooking and ignoring mistakes. And overlooking mistakes and ignoring mistakes does not mean that you never forbid any evil or you never encourage people to do acts of goodness. For example, a person enters into the house and he finds that one of the plates or utensils is broken. And he should enter as if he's not even seen that thing. But some people, some husbands, they try to find the smallest mistake which they can find. Why did you place the plates or the utensils in that way instead of this way? But you have to overlook and overlook some of these mistakes. So he said that half of a successful life is overlooking and ignoring some of these mistakes. And if a woman sees from you that you overlook some of these mistakes, then she'll think MashaAllah how respectable this husband is. And until when is the person going to remain in a life full of problems? So instead of remaining in problems, you have to always try your best to solve these problems and try to find what the root causes of these problems. So one of the solutions as we mentioned is remove yourself from that area like the kitchen for example, where you know you're always going to carry on you. Meaning a person puts on his shades. Meaning a person puts on his shades and then enters into the house. So he's not going to begin to investigate every small problem. When a person is younger, even small small things bothers that problem. But then as the person matures and grows a little bit older, he realizes that it's not worth getting angry over some of these things. So don't investigate every small matter. and then the brothers who are older in age and more experienced in marriage, it's your responsibility that in the Masjid, you advise some of the younger boys, some of the younger brothers who want to get married. because you can teach him your experience in life. Even the one who did end up divorcing, he has to realize and think about why that divorce ended up occurring. So it isn't real. That's all. It's not розg sitting like a person. It's not a disaster. He's going to hear about you. You're in love. So you're going to be afraid of someone. You're in love. 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 I'm in love. You're in love. You're in love. And if. for example you're scared over the fitan of the women, over yourselves, and you marry there's nothing wrong with you speaking to your wife, and you saying to your wife that some of these things that around me they can affect me, and so beautify yourself, you should do this, you should wear this or if you're too shy to speak to her directly send her a message or even buy her gifts, buy her nice clothing so she can beautify herself for you. نعم تقول شاعديني على البعد عن الFitان meaning you're asking her to help you in being protected from the fitna of women out there نعم والله أعلم نعم في السؤال نعم 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 يقول كيف يتعامل الأبناء عندما يرون الوالدين يتنازعون والدين يتنازعون كيف يتعامل الأبناء ممكن الولد ها يستطيع بإذن الله يسنحل يقول الأب والأم متنازعين الوالد يتعامل ما يتعامل يقول عندي واجب غدا المدرس قال لازمات بالأوراق أين الأوراق غدا يصنع المدرس مشكل نعم الغظة يتخلص عندي ليس Yuq يتعامل وقد يتعامل اسمع والله صح صحيح ما تدعو له بكل صالح؟ تدعو له فين تدعو؟ أين؟ أين تدعو لك بكل صالح؟ في التحيات؟ يتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تدعو لك المفهوم الشاهم والله تدعو لك فعندما الولد يأتي لأبوال Watch فعندما الولد يأتي لأبغال والله أنا اسمعها في كل صلاة تدعو لك تحبك والله هذا ما يسعط بالله ما شاء الله فهمت؟ وعندما يقول ابوه بأن الله يسمح أن أمي يسمح دعا لك في كل صلاة لا يسعط لأنه في صلاة في التحيات عندما يقول وعلا عباد الله صالحين وعندما يسمح على الله ذلك ذلك يسعط بالسلام لذلك لا يسعط والعباد الله وعندما يقول هذا لبدا بالطبع العباد الله سوف يشعط لأنه يحبط لذلك ولكن الوظة اليوم لا يرجع لأمي قال والله والله أمي أنه في المشج مع أصدقائك قال إنه يريد أن تزوج عليك نعم والأم 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 يقول لهم أمي أو أمي 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 في المسكة وكان يقولون أنه ستكون مردًا لا هذا المشكلة أولا لا ولد يجب أن يجعل الأب مع الأم أيش في سعادة في طمأننا نعم ولد حقًا المشكلة مع أمي يجب أن يجب أن يجعل الأب مع أمي أيضًا عندنا مشكلة مع من؟ مع الحماتو واش تقول الله حماتو يعني أم الزوجة الزوج لا يحب أم الزوجة ولا أب الزوجة والأهل في الغالب صحيح في الغالب طيب ماذا تصنع ياخد تغافل لا تسمع شيء عنهم لا تسمع شيء عنهم قل لي الزوجة لا تنقلي عنهم إلا الخي أنا أحب وهم لا تقطع هذه المحبة حتى لو كنت ما تحبهم قال أنا أحبهم وأدعو له في كرصها نعم وإذا كنت أخبرتك وإذا كنت أخبرتك وإذا كنت أخبرتك كنت أخبرتك وإذا كنت أخبرتك وأخبرتك أخبرتك وإذا كنت أخبرتك يحدث نعم فما يسحن هذه يأتي للم يقول والله زوجتي طيبة وتصنع لي طعام وماشاء الله والله أطيب من طعامك لا 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 تذكر لها شيء عن زوجتي فما يتضح لها في هذه الحالة يجب على صفحه لا يجب أن يتضح لها مؤسسة وإذا سألت قال أدعيني نعم إذا سألت كيف زوجتي قال أدعيني أو لا أدعيني نعم إذا يتضح لها مؤسسة كيف يتضح لك فأخذ دعا لني نعم غير سيرسطان لدي احتضافة مما تعلم أنت تضح لك امره المخدم من تحديد اتجاره الوصف عن طفوله يمكن لحوة النبوة من مركز طفوله ما اذا امتنف ايسوء الجريح امره المخدمه مخدمت اتجاره الوصف عن طفوله و يطالب النبوة عن طفوله و ماذا نحن بمظم بمظمات بالطفولية السؤال هل يجوز الزوجة لتخرج من البيت متزينة؟ الكوائق يجب أن يترك المنزل و يتفضلها بشكل جديد و يتفضلها بها هذا المدين؟ هل تتحدث في كل مدين؟ في كل مدين، ليس فقط في هذا المدين، في كل مدين؟ نعم، في كل مدين؟ لا، لا، ترى اسم معي الدين الإسلامي يصلح لكل مكان نعم، عندنا من يسلم من الكفار، هي تطبق الإسلام، وتريد السنة، وتريد الحجاب، وتريد ولادة هنا، وهذه التي ليست ولادة هنا لا تريد الحجاب، سبحان الله نعم، اسمع معي في مرأة، مرأة تقول لها أخرى، تقول أنت جئت إلى هذه البلاد حتى تلبس الحجاب؟ ألبس الحجاب هناك في بلدك الإسلامي، مو تلبسيه هنا في بريطانيا، نعم قلت لا، هنا يقول أني بلد خرية، وأنا هروا هنا، ألبس، وأنا جئت هنا، لأن حرة، ألبس، وأنت الآن تلبس توبة، تلبس كا لا، تلبس كلا، صحيح أو لا، مات كلمة، صح؟ إذا لا يأتي إنسان يقول لا يستطيع الآن في بريطانيا بس حجاب المرأة وهذا لا يستطيع أن يطلق اللح لا بفضل الله يستطيع الحمد لله من يتق الله جعل له مخرجة نعم وفي هذه البلددة هناك دورة تحيانة جانبية تحيانة كيف وإن كان بشكل سعيدات تحيانة كيفية وفضل الله وفضل اعتبار مقصد المرأة ونفضل الله يمكن أن يكون القادم الانتخارات تحيانة نعم نعم لابد أن نساعد نساعد هؤلاء على رجوع الله النساء أنت لابد تساعدهم يعني هذا الأب يذهب ويشتري جلباب جميل جميل لكن ليس زينة جميل لبنت الصغيرة يقول ما شاء الله والله أنت بهذا أجمل نعم ويجب أن تجدون دعاء معهم و أيضاً تجدون علم عليكم معادي اصبع سلطة جميل لبنتهم مثلاً أنت کرت breakout ليس خائر و سأخذ جميل جلباب للشعر و أنت تجدونجهم نخلقها عند تأخذ هؤلاء جلباب أنت يبدو مزيدة من تذكر ؟ نعم تقول أنت جوهر وكما تقول لها أنك كنت مثل جوال. نعم. نساعد يا أخواننا لابد أن نساعد بعضنا البعض. أما واحد يرى بهذا ثوق قال يا أخي أنت متخلف أنت هنا في بريطانيا فالبسته. هذا مشكل أيضا. نعم. لذا في هذه المنطقة نجدنا أن نتجدنا أن نجد جميعا أن نساعد بعضنا إلى إسلامية ، لأن يكون أحد في رأس الله سبحانه وتعالى ، إذا كان يرى أن يرى أخي وقام باقبة ، وقام باقبة ، يقول لك أنت تبع هذه الثوق ، هذا هو المسأل. يا أخواننا قيم الإسلامية مهمة. لابد أن نظر على قيم الإسلامية في نفوس الشباع في نفوس الشيوخ في نفوس كل أحد. لابد أن تعتز بالقيم الإسلامية. نعم. سأثاركم هذه الإسلامية، الإسلامية سؤالهم وأنا علينا أن نحر الوقت och نحression على هذه الإسلامية وإذٍك و ليس فقط но علينا أن نحر الوجودة نحر الوطنيوننا ولدنا úa mejمينون وارن esses ليفعر الوقت لأن هذا الدرح لدينا نقول أنت في الإسلام رجل بطل نعم لست بمرأة تريد أن تكون رجل مثلي إذا لابد أن تزرع فيه القيام أنه رجل لذا لابد أن تتجرب هذه اشبار هذه العلوات وحبات هذه الإسلامة في مدن الجوال والأم تنزرع فيدن جوانا وحبات هذه الاسلامة فيها بأن تكون رجل مسلمة لها في الإسلام كرامة لها قيمة لابد نعلم الأولاد فإذا علمنا الأولاد القيم ارتحنا وعندما نتجمع هذه الإسلامية وإثيات في أولادنا ستكون لك أكثر مميزة نعم لابد أيضا يكون عندنا قدوات نقول لهذا أنت قدوتك من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام اقتدي به وكذلك أننا نعطي روالدنا لأولادنا لذلك نقول لهذا ما هي أنت روالدك أتعرف عن مدينك روالدك 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 ربي المحمد صلى الله عليه وسلم ربي المحمد ربي المحمد بشكل جديد آدم رؤلاء بغ Ready هذا هو روال موضوعك الذي يتبعه البنت يقول أنت قدوتك خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكذلك تقول لأخبتك 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 أنك روال موضوعك هو خديجة بنت خويلد رضي الله عنها نعم 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 أريد أن أسألهم عن الصلاة إذا في أسألة عند النساء لفتبه تمام نعم نعم مثلا dates عمر الش 2500 الفتة لأخبتهم عن الصلاة بعدًا عن الصلاة كان على الصلاة صلعت recruited أو ربما أنهم جميعاً فقط يذهبون إلى المنزل أو ما يفعلونهم و ثم تحاولون أن يجبهم نصيحة و ثم يجبهم فقط يجبهم فقط لذا ما هو روالي؟ لا لا أنت الأبد المفروض يأخذ الأولاد إلى المسجد تعودهم معك وأنت جاء تمشي للمسجد تأخذهم من المسجد ترجعهم للمسجد نعم ما الذي يدهب فئت بذلك يجب أن يجب على الإبائي إي إبرافتهم في الصلاة أماماً أنت أهدف إلى المسطن يعني إذا أهدفت إلى المسجد إذا أجبت إلى المسجد أن تأخذوا معك من الصلاة و يصلي نعم تأخذوا معك للسوق ولا تأخذوا معك للمسجد أنت مأمور بالولد إذا بلغ 7 سنين أن تأخذوا معك للصلاة يصلي ماذا يبعث ان ان ترد بك بلا تفضل في تأخير ماركت سنوى لكنه عندما يخص في المسجد فلن تريده إلى المسجد ونرى ان تردت انت بخواه لتعبات ان اخواتهم للمسجد عندما يصنع بلا نمارك سنوى يا أخوان إذا كنا في هذا البلد لا نستطيع على أولادنا إذا ماذا نستطيع فعله؟ يعني هو في هذا البلد إذا ما يستطيع يربي أولاده إذا ماذا يربي؟ ماذا يصنع؟ لازم تعتني بأولادك. If living in this country, if you're not attaching importance to the cultivation and the upbringing of your children, then what are you doing? What are you attaching importance to? لازم نعتني بالأولاد. So we have to place importance or we have to attach an importance to our children. سؤال واحد. واحد. غيره. ها لو نجي السؤال، نرجع على سؤال. دعا توقف سؤال. ها لو نجي السؤال يلا بسم الله. الشيخ خانم، كنا نكلم عن حالات الزوجية، نعم، نعم. نحكو عن المجتمع، نعم. يقول في صعوبات كثيرة عندنا هنا نواجهها نحن ونحن لسنا في المدينة. نعم اقول انت تكلم عن مدينة نحن هنا في بريطانيا كل ما كان الامر عليك أصحاب كل ما أجرك كان أكبر. قال انا لا استطيع الذهاب للمدينة استعم بالله يقول نعم وعندنا في هذه البلاد من رب أولاده وبنات التربية صالحة. في المدرسة المركز الأول في القرآن في الصلاة المركز الأول استعم بالله ثم أخوانا أنتم مع بعضكم البعض هذا يقول عندي حال هذا يقول عندي مدرسة هذا يقول كذا يعني لا بد نجتمع لا بد نتعاول نعم في صعوبات ما يشكر أحد في صعوبات طبعا لازم. يعني المسلمين الأوائل اللي قبلكم كانوا مثلا الآن؟ لا كان أصعب شوف الآن المساجد ولله الحمد الثوب اللحية الأمور أحسن إذن لابد نعمل لابد نعمل لابد نعمل لكن لا نخالف النظام. نعمل. السنوارات اللحاء. آذن لماذا تصبق بسم الحديث والذين حصلوا إلى الناس ثم أحسن جدًا بمجبائك أو مجتمع الأمور الأخرى الأشعال؟ الآن أحسن جدًا تصبقًا تصبق أنت الأمور العcıاء الثوبة الآن وحالب أصف الثوبة. إنه قد عشقية شخص صغيرة عندما يحدث سوال من المساجد الأن الآن كما مفتح ما مثلا نعم بفضل الله أخوات الصوماليات في الغالب، أنا أراهم محافظين عن حجاب، عن نباس، عن التقليل الإسلامية، نعم. نعم في شيطان في كل مكان، في كل قوم فيهم الطيب وفيهم غير الطيب، لكن لا بد نتعاون يا أخوات، نعم. لابد أننا تكون لنا هوية إسلامية، حيئة إسلامية، لابد أن يتميز المسلم في لباسه، في مكان العبادة، في معتقده عن غير المسلم، لابد أن ندعو غير المسلمين، لابد أن ندعو غير المسلمين، اسمع، إذا لم تبدأ هؤلاء بالدعوة إلى الإسلام، بدعوهم، إذا لم تبدأ الآن أولادك بغرس القيم الإسلامية، أنه رجل وأنه يقتدد النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوهم بالدعوة إلى أنه ليس بغرس القيم، نعم. ثم ما ستحدث؟ أنهم ستبدأ لنبغرس القيم، وأنهم ستبدأ لنبغرس القيمة، مثلا. يعني صعب عليك الآن تقول لهذا، أنت أبو عبد الله، صعب؟ هل يمكن أن يجوز في الإسلام أو لا؟ يمكن أن يجوز في الإسلام أو لا؟ يجوز، من الصغر الآن تكنين، يا صحيح أو لا؟ نعم. نعم، ممكن أن تكنين أبو عيسى، كنين ودعوة لغير المسلمين، ودعوة لغير المسلمين، ودعوة لغير المسلمين، صغار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم كنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا عميل، ما فعل أنه غيره، وأبو ترافي وكنية علي بن أبي طالب، وأم عبد الله كنية أم المؤمنة عاشها، وليس عندها عبد الله، يصح، إذن المرأة نكنيها، والولد نكنيها، حتى يتعلم الرجولة، أنه رجل، نعم، يكون له أولاد وذرية، نعم، صالح. دعوة لغير المسلمين، حتى أبداً، 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 نعم، 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 حتى نعم، من المسلمين، أبداً، وأبداً، من المسلمين، أبداً، نعم، وأنا، أيضًا، كنت لديها أبداً، والط letting the point is that through calling your son ابو فلا ان ابو فلا , وolder هنا أن نسرع مشكلة مع الكفاة. نعم. لذلك في الاسلامية الإسلامية نرى كثيرا هناك كثيرا كثيرا كثيرا. المرأة المسلمة لابد تعرف أن لها دور كبير في المجتمع المسلم فهي الأم هي الزوجة هي الجدة هي البند لابد تقوم بهذا الدور أكمل غياء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم The Muslim woman she has to know and appreciate that she has a very important role in the society because a Muslim woman she is a wife and she's a mother she's a grandmother she's a sister so she has to appreciate the importance of her role in the society. كثرت في هذه الأزمنة المشاكل الزوجية والطلاة نصرعاف والسلام. في هذه الأزمنة المشاكل الزوجية هناك الكثير من أعظمها الوعد عن الله سبحانه وتعالى. وبادل أن نسمع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا نسمع لغوغل. صحيح؟ نعم والمرأة تقول لها صديقتها مثلا تقول لها لماذا تسمع لزوجك لماذا لا تسمع له كذا وتسمع له كذا والقانون هنا معك وكذا طيب هي لو أطاعت زوجها كان هذا هذا السبب لدخولها الجنة ثم الحياة ما يمكن تسير إلا بماذا بالاتفاق بين الزوج والزوج نعم and the problem in many relationships is that you'll have a woman a wife and people are advising her her friends are advising her for example why do you do this for your husband why don't you do this with him وفعل ذلك معه أبداً لأن الوحاول تجعل ذلك ويجعل ذلك. و لكن لا تفهم هذه الرجل أنها تفهم أنها تفهم بها وأن تتعيب بها وأن تتعيب بها بطريقة مناة، هذا هو مدرسة إلى جنة و أيضاً أن يمكن أن يكون مدرسة بشكل مدرسة عندما يتعيب بها وأنها تتعيب بها وأنها تتعيب بشكل مناعي. in a way which is amicable, it's impossible for there to be a life without any problems. نعم يقول أن المشاكل هي ملح الحياة. تستطيع تأكل بلا ملح؟ لا، لازم ملح عليك. وممكن الزوجة تزوّد عليك الملح قليل يا أخي أصبر. And people say that life with problems is like a little bit of salt on food, just as you're not able to eat food without salt, then also life has to have a few problems. And sometimes maybe the husband or the wife might add a little bit extra salt, but you have to be patient. And so you as a husband, you remain patient and she as a wife shows patience and life carries on. And if you're feeling angry, leave the house. أفضل طريقة. إذا أفضلتك الزوجة, إلبس ملابس جميلة وتعطى وأخذ. نصف ساعة مشاكل تنتهي. بإذن الله. And if one of the brothers was married, he said to me that if your wife does something to make you angry, the best way to resolve this issue is pour on some nice clothes, a nice perfume, leave the house and within half an hour you'll see the problem sorted. هذا يقول لا. يقول جربت. لا يريد. نعم. ابقى في المسجد. تعال وابقى في المسجد خير لك من أن تبقى في المشاكل. صحيح؟ Or if your wife does something to make you angry, go up, come to the masjid for a short amount of time. It's better to come and remove yourself from the situation, come to the masjid then stay in that situation becoming angry and angry. نعم. لا يخلو بيت من المشاكل حتى كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء حتى تتعلم الأمة كيف تصنع. نعم. So it's not possible for us to live in a house where there's going to be no dispute or no problem at all. In fact, even within the household of the Prophet صلى الله عليه وسلم sometimes there were small matters. Why? So the Ummah could learn how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to behave when some of these problems occurred. المشكلة أن هذا يذهب الإنسان يعني لا ينفع بأن يتكلم كلمة واحدة ويفطي بأشياء يفسد عليها البيت. يقول اسم أفضل طريقة تصنع بها كذا. تسرق الجواز وتخطعه. مثلا نعم مثلا. But the problem is that nowadays people are taking advice from other people who shouldn't even be saying a word. And yet those people who are unqualified, they're ready to give fatawa and give advice which is unworthy. For example, one of them will say that if you have a problem with your wife, the solution is take her passport from her and tear that passport into small pieces. And similarly, you have the woman and she's being advised by her friends again with advice which is unbefitting. She'll say to her for example that if you've got an argument with your husband, you need to leave the house, go to the police, complain to the authorities, raise a case against him, he'll be imprisoned. أو تقول لها اسحري. Or she'll be advised by her friends that do some type of magic on him. وهذه لا تقول سحر الشرك لا تقيم. أي تعرفي؟ قالت نعم أنا أساعدك أنا أصنع لك لكل شيء. يعني هي تصنع لها الشرك. إذن هي وهذه الزوجة شركاء في الشرك. نصر عافية والسلام. وهذا حديث كثير من النساء إلا ما رحمه الله نصر عافية والسلام. نعم. أل كل خصومة هل كل خصومة بين الرجل والمرأة سبب للطلق نعم is every small argument between the husband and the wife is that a valid cause and a valid reason to have a divorce نعم أو لا هامج زوجي يعني should every small problem be a reason for divorce نعم لا طيب ما هي القضية اللي يكون عليها القرار مان يعني and the brother said no so the shaykh asked okay what type of problem or dispute is valid enough for there to be a divorce نعم ايا قضية نعم نعم he doesn't provide زوجي it doesn't provide زوجي نعم are you married yes yes تمام طيب يقول لا ليس كل قضية so it isn't the case that every small dispute is a reason to divorce فقط القضية القضايا الكبيرة و حتى ليس طلاق نعم only the most severe of disputes should lead to something like this and even then it doesn't lead to an automatic divorce شرک so for example committing شرک كبائر major sins عسيان كامل and for a person to be completely disobedient كامل ليس قلت لها اسنع الشاهي لم تصنع اجلسي ما جلست لا عسيان كامل الشعب يريد اسقط نعم now and divorce is is valid when there is complete disobedience complete refusal from the wife for example towards the husband not that I told her to make a cup of tea and she didn't make tea I told her to sit down and she didn't sit down لا هذا لا ايقل but like the slogan اشحب اشحب ايقل نعم المهم عسيان كامل complete refusal and disobedience from the wife to obey the husband then maybe a divorce can be considered نعم اذا كان هكذا عسيان كامل ماذا يسمع الزوء so if let's say this situation occurs let's say that if the wife refuses completely to obey the husband and there's complete disobedience from her and disregards from her towards the husband then what sticks are taken نعم 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 يقول نسيحة ينصحها أحيانا تعامل الزوج هو ef في عصيان الزوجة صح؟ نعم أحيانا المجتمع نعم أحيانا أصدقاء فأنت ابحث عن السبب وحل هذا السبب ابتعد عن هذا السبب نعم لذا الشيط المطب وحل هذا السبب نعم فقط بناس جارجا والدية للمشخص عمرتين من الفرق يولا أحيانا نعم الأحيان من المجتمع تنفيح أحيانا مستجع 3 أجل أن تحصل بأن حياتك تجلت تجلوك في حياتك قلت تجلوك ان تفعل شيئا تضح الرئيس المطبوع بسبب لأنك رح يشعل في حياتك is the root cause of her refusal. Sometimes it might be the society or the environment, sometimes it might be friends. So you try to find what the root cause of the problem and then you try to remove yourself from that cause. نعم! حاول استعين بالله سبحانه وتعالى. قبل تدخل البيت اذكر الله قبل ان تدخل البيت اذكر الله نعم اذكر الله سبحانه وتعالى ممكن عين ممكن سحر ممكن لكن لا توسوس لكن اقرأ القرآن في البيت اقرأ عليها القرآن قل ممكن عندنا مشكلة نحلها وأنت لا نريد الفراق لا نريد كذا نعم و لو أن بنا بسقف يأكبر fuss complimentary قرآن سك من خلال يغفدين لبطائنا اللهم ملائكة، نعم، إذا الصور موجودة، ما تدخل الملائكة، نعم، صور إنسان، صور حيوان، لكن أشجار، سماء، أرض، ما في مشكلة، كذلك الأصنام، يعني فرص، نمر، أسر، نعم، هذا مخرج للملائك، أيضا كلمكم الله، وجود الكلب في المنزل، إذا لابد تجعل بيتك فيه من ملائكة، لا شياطين، يعني بعض الناس يقول ما سبق لي، والله يقول لي أحدهم، يقول أنا لا أدني زوجتي تصلي أو لا، لا يدني، أحد أيضا كلم نجد منه الشخص بي، ليس مثل ما ذلك أحدهم أحدهم أحدهم، يقول لي لن أحدهم، ذلك لا أحدهم أحدهم، أقول زوجتك، نعم، لا أدني، هي تصلي أو لا، و اقول لهم، كيف يمكنك أن تعرف نفسك؟ وماذا تحقق معها، لا، أو تفتش عليها، أو تضع كاميرات، لا، هذا أيضا خطأ. و هذا لا يعني أنك سوف تستطيع ان تحقق على سببك، أو تتحقق عليك، أو أن تحقق عليك، هذا أيضا خطأ. لا، ممكن تقول أن تقول، أنا أريد أن أصلي معك اليوم، قلنا السنة أن يكون عندك في البيت ركن، هذا هنا، قلنا。 نعم، أنا أسألكم الآن هنا، ل nihiliri واحدة صلات مع زوجتja قيام الليل؟ هل مرة اجتمعتم وقرأت القرآن؟ هل مرة اجتمعتم قلت اليوم نريد أنا وأنتي نقرأ حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مرة أخبرت لك أنك تقول لك بخصوصية أنك ونقرأت أحدث من المصفة صلى الله عليه وسلم؟ تقول أنا إمام المسجد طيب عن هذا لك قال أنا إمام المسجد يا صحيح أنت صلي هنا عندما ترجع يا بيتكتا قل أنا أصلي معك نافلة وأنتي فريضة نعم يا صحيح Ern'ts allowed even for a person to pray the Fard prayer in the Masjid and then go home and then repeat the Salah but now you're praying that prayer as a NFR and she prays behind you her Fard, this is allowed لكن ليس بقسور تقول ما تصلي لا but not speaking to her in a harsh manner putting her down saying you don't pray لا تقول تعالي وصل على وانت وقلنا لهذا الشيخ نتعاون في البيت على التكلم باللغة العربية نعم يقول متفقين أنا وأنت لا نتكلم إلا بالعرب ممكن تجعل البيت مدرسة مسجد جنة وممكن تصنع جهنم صح أولا إذا حاول يا أخي استعن بالله نعم وقل نتساعد أنا وأنت نتساعد لا تقول أدرسك أعلمك خلق نتساعد أنا وأنت حتى الأولاد يتعلموا اللغة العربية وحصلوا لأدرسك أدرسك أن أكون أكبر جميلة الأسلامية ستحقل ، لازم نتعاون brothers & and instead of saying to your wife that I'm going to teach you but you come from the angle of let's teach other let's work with each other we have a child now let's put them in an environment at home where they're going to learn because we are helping each other perhaps in the future لن تجعل شيء في البيت يثير غضبك. و أيضا لا تستطيع أن هناك الأشياء في المنزل التي يتبعون تغيير. هذا يقول إذا دخلت المطبخ أصمع مشكلة ولابد. يخي لا تدخل المطبخ. إذا كان هذا ما يفعل. لأن المطبخ ليس لك أيضا. لا تدخل المطبخ. لازم يدخل إذا اللغز مشكلة. لن تذهب إلى المسلسل. و لذلك تتحضرتك من السؤال. وإذا تقول إحب أن أتفال إلى المسلسل. ذلك يعني أن هذا أنت تكون مطبخ حبت. مشكلة إذا بقيت في الصالة. ابقى في الغرفة. لا مشكلة. إذا كانوا من يتمكن من المطبخ. إذا كانوا من المطبخ في الصالة. إذا كانت تحدث في قاتل أيضا تقدم الكيس. أن هذا يكون هناك مطبخ. لا تتواج إلى ذلك المكان. صلي يا أخي ادخل بيت صلي والله تلحل المشاكل بإذن الله ماذا بك زوجي تقول ماذا بك تقول ذنوب يقول عندي ذنوب والله أريد كفر عن ذنوب يخليني صلي صلي نعم وعندما يا عمر تقول ماذا بك؟ اذا عبدت كتنسو ب 이유؟ انا بِبَلَحَوَ مِنْما اتنَارَوَ مِنْنَا وفلَحَوِ تَآلَلَى مِنْمَنَا نعم تحقیق وتطور وإن تساعدتك تساعد اتغافن نصف الحياة نصف الحياة التغافن وما جب السؤال يقولون بأن نحن نحن نسف والحياة والحياة نسف الحياة الحياة إذا تريد أن تعيش بالحياة المرتاع لا تغابل لا تنكر المنكر لا ولا تعمل معروف لا يعني هذا دخل للبيت واجهت صح مكسور يدخل كأنه ما رأى شيء لكن بعض الناس يبحث لها عن أي غضبة ولكن بعض الناس يطبيقوا أن تجد الأطفال على أقرد المجدد الذي يمكنك تجد لماذا لو ضعت الإناها هكذا ولم تضعيها كذا؟ لماذا لم تضعوا الصور أو الصور أو الصور أو الصور أو الصورة لكن تم عليك بالتأكيد من هذه المجدد نعم، إذا تغافر نصف المرأة إذا رأت منك التغافر خاص تقول هذا ما شاء الله الآن أصبح محترم جدا. لذلك قلنا بأن حسناً من خلال عبارة حياتي، تساعدت و تساعدت بعض هذه المساعدات. وإذا كانت ترى منك أنك تساعدت بعض هذه المساعدات، ثم ستفكرت، ما شاء الله، كيف تساعدت هذه المساعدة. إلى ما تتبقى في المشاكل، وإن إلى عندما ستكون الناس في مددية حلوات؟ نعم، لابد أن تسعر الحلول، من هذا؟ أنك تتغافر لا تدخل المطبخ، نعم، لذلك قلنا بتبقى في مددية حلوات، تجب عليك أن تحاولك 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 هذه المددية، تحاولك نجد ما هي المددية حلوات هذه المددية، حتى، إذن، أنت الآن، عندما كنت شاب صغير، ليس كما أنت الآن كانت أمور كثيرة تزعجك أول الآن بديت تقول هذه أشياء تافيها لا وبالي بها صحيح عندما تدقق على كل شيء لذلك لا تدقق على كل شيء مهم بعد ذلك هؤلاء كبار السن المفروغ أنتم تصنع دورات لهاؤلاء الصغار تعلموهم نعم هذا مقبل على الزواج أنتم تعلموا و تعطوا الخبرة و ثم الاثرين الذين عاملون في عاملين وعاملون في عبادة إنها تفضلتك أنه في المسجد أنك تفضل بعض الأشياء بعض الأشياء والأشياء والأشياء الذين يريدون أن تفضل نعم تعطي خبرة في الحياة لأنك تستطيع تعطيه خبرة في الحياة حتى الذي طلق لابد يعرف سبب الطلاق لماذا طلق حتى لا يُعيد مرة أخرى حتى أن أنك خائف على نفسك من الفتن كلم الزوجة قل لها ليس إشكال عندك ليس بحرام تقول لها أنا خايف على نفسي من الفتا لابد تتجملي لابد تصنعي إذا ما تستطع تكلمهم غاشر يا أخي ارسل لها رسالة اشتري لها ملابس وكذا قل تفضل يا زوجتي نعم وإذا كنت تخطي عن الفتاة من الفتاة من الفتاة وكذلك لا يوجد شيء غير معك تتحدث لكي تتحدث لكي تقول لكي تتحدث ربما ذلك حتى تكون هذه المطفية يمكن أن تؤثر عليك وأجل تحديدك يجب أن تفعل هذا يجب ان تفعل هذا أو سواء تفعلوا عباس ترتدي تحديث أو أيضاً تتعرفها أو بيعها عباساً تبعها مفقتي لتفعل ايضاً من الفتاة لأنها تتجمليها إلى الثوّنة يعني أنت مجردها لتعلمك من تأكد Dialog من الفتاة من الفتاة الأن نعم والله عالم. نعم. ليس سؤال؟ نعم. اي سأل بالعربية. اي سأل بالانجليزية. نعم ما في مشكل. في حالة منظمات كيف يجب أن تكون في عدو؟ عندما هناك مشكلات في حياتك أو بسألها؟ يقول كيف يتعامل الأبناء عندما يرون الوالدين يتنازعون؟ والدين يتنازعون؟ كيف يتعامل الأبناء؟ ممكن الولد يستطيع بإذن الله يسنحل. يقول الأب والأم متنازعين. الوالد ماذا يتعامل؟ يقول عندي واجب غدا. المدرس قال لازمات بالأولاق. أين الأولاق؟ غدا يتعامل المدرس مشكل. نعم. الوالد يتعامل المدرس بإذن الله يتعامل المدرس. والله صح؟ صحيح. ما تدعو له في كل صلاة؟ تدعو له. فين تدعو؟ أين؟ أين تدعو لك في كل صلاة؟ في التحيات؟ يتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تدعو لك. مفهوم الشيخ؟ والله تدعو لك. فعندما الوالد يأتي الأبقل والله أنا أسمعها في كل صلاة تدعو لك تحبك والله هذا ما يسعد بالله. فهمت؟ وعندما الوالد يقول لك أنه يتعامل لي صلى الله عليه وسلم يتعامل في كل صلاة تدعو لك. فهو غلط الوالد. لأن هنا صلاة اين تحيات؟ نعم. لأن يقول لك وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. وعندما تحب البشر على الله ، فهو غلط الوالد. وعندما يقول هذا لك بإذن الله. طبعا الشخص سيكون في المسجد مع أصدقائه لكن الأولاد اليوم لا يرجع إلى أمي قال والله يا أمي انه في المشج مع أصدقائه قال انه يريد تزوج عليك وقد قلت أنه ستكون قادمًا مرئًا لكن حقًا الناس حتى الناس يجب أن يأخذ الناس بين مدى والد أيضًا عندنا مشكلة مع من؟ مع الحمات ما تقول الله حماتو؟ أم الزوجة الزوج لا يحب أم الزوجة ولا أب الزوجة والأهل في الغالب أيضًا هناك أخرى ويوجد أن يكون مدى أم الزوجة ويوجد أن يكون مدى أم الزوجة أو أب الزوجة صحيح وهذا مدى أخرى في الغالب في الكثير من الأحيان طيب ماذا تصنع؟ ياخ تقافل لا تسمع شي عنهم لا تسمع شي عنهم قل للزوجة لا توقلي عنهم إلا الخير أنا أحبهم لا تقطع هذه المحبة حتى لو كنت لم تحبهم قل أنا أحبهم أدعو لهم في كرصة نعم وإذا كانت أم الزوجة تقول لك شيء ما هي بطلبها تحب أن تتعلم هذه الأشياء تقول لها أنتظر أنا أم الزوجة لأم الزوجة وأنا لا أريد أن أسمع شيء تقول لها تقول لها أنتظر أنا أم الزوجة لهم في كل صلاة لا تقاف أن تذهب لهم دائما لا إذا كان كثرة تذهب لهم أدعو مشكلة اجعل الزوجة تذهب لهم قل سلمي عليهم وهذه هدية وعلى السلام وهذه كل شيء وانتظر إنه لن يجب أن تذهب لأسفرات للمساء كل الوقت. إذا كنت تعرف أن الكثير من الوحيدات في المنزلات في المنزلات سيكون لديك مشكلة لك. ثم دعوة لك. سألت لها. سألت لها. سألت لها. سألت لها. سألت لها. سألت لها. نعم. كذلك الأم. أم الزوج تغير على ابنها. الأم تغير على الابن. وكذلك بعض الوقت يحدث. عندما يحدث الأم الزوج. لأنها تغيرها. 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 بعض الوقت. وكذلك يمكنك تغيرها. نعم. فما يصحل هذه. يأتي لما يقول. والله الزوجتي طيبة. وتصنع لي طعام. وماشاء الله. والله أطيب من طعامك. وليس لك. إذا كنت تعرف أن المتابعة لك. لديك هذا. ومع ذلك. ومع ذلك. لن تأتي ومع ذلك. ومع ذلك. ومع ذلك. ومع ذلك. ومع ذلك. ومع ذلك. لا لا لا. لا تذكر لها شيء عن زوجتك. وأن سألت ذلك. اذا شئرت أن تليل. وهكذا أصدرت حياتك لع راه��ها. سألت ذلك قصة على راه وجهانه. وإذا سألت قيل خلال العودة .. نعم. إذا سألت كيف زوجيا قل قال تع Gustave Или ما طعق. نعم. وإذا سألت كيف زوجيا قيل.. 撒ل دعا لك. نعم. وياهوا. أشكرنا! سورة سورة ، أجلع قطعة جداً لماذا كنت تُسريح لما يترك شيئًا ما يحبت إلى أن يطلب مفتة من المنزل لسيسه مفتة قلوات الوجب سيجب استثمار أحب هذا جداً ليس لتسفيدًا السيكون ، يحبت أحب الرجال مفتة أنا حبيب الأحب مفتة من حراما أو حسنا ٹ٨ٰ واضح所以解放 من الأحب وضع على طرح الجحال لا يجوز أبداً عن الزوجة أن تخرج من البيت متزينة أبداً متعطلة لا يجوز أبداً عن الزوجة أن تخرج من بيتها متحشمة متجلببة أبداً أن الزوجة يجب أن تخرج من بيتها متحشمة متجلببة في كل بلد في كل بلد الدين الإسلامي يصلح لكل مكان عندنا من يسلم من الكفار هي تطبق الإسلام وتريد السنة وتريد الحجاب وهي ولادة هنا وهذه التي ليست ولادة هنا لا تريد الحجاب سبحان الله تقول لها أخرى تقول أنت جئت إلى هذه البلاد حتى تلبس الحجاب ألبس الحجاب هنا في بلدك الإسلامي وليس تلبسه هنا في بريطانيا نعم تجدت أساسة ويريد أن تأخذ الحجاب ويجدت أن تجدت أخرى يقول لها أنت تأخذت إلى بريطانيا لتأخذ الحجاب ونأخذ الإسلامي إذا كنت تريد أن تفعله فإن تتبع في المدينة قالت لا هنا يقولوا أنه بلد الحرية وأنا حرة هنا ألبس أنا جئت هنا لأن حرة ألبس وأنت الآن تلبس توب تلبس كذا تلبس كذا صح أو لا ما أحد يكلمه صحيح إذا لا يأتي إنسان يقول لا يستطيع الآن في بريطانيا ألبس حجاب المرأة وهذا لا يستطيع أن يطلق اللح لا بفضل الله يستطيع الحمد لله من يتق الله جعل له مخرجا نعم 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 جميل لبنت الصغيرة يقول ما شاء الله والله أنت بهذا أجمل نعم نعم تقول أنت جوهرة تقول لك أنت كنت جوهرة نعم ساعد أخوانا لابد أن نساعد بعضا البعض أما واحد يرى بها ثوقا لأخي أنت متخلف أنت هنا بريطانيا تلبس توب هذه المشكلة، نعم. لذلك يجب أن نحن في هذا المدى، يجب علينا أن نعطينا جميعاً ونساعدنا جميعاً أن يكون أكثر إسلامي وأن يكون مقابل مع الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان يجب أن يجب أن يرى أخي يستخدم طواماً، وقال له أنت تستخدم طواماً، هذا هو المشكل. يا أخواننا، القيام الإسلامية مهمة. لابد نظر على القيام الإسلامية في نفوس الشباع، في نفوس الشيوخ، في نفوس كل أحد، لابد أن تعتز بالقيم الإسلامية. نعم. برهرين، هذه الأسلامية، 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 تحتاج مهمة، ونحن علينا أن نحن نحن نفسنا ونحن نبه إلى تحديد الأسلامية والأسلامية ونحن ليس فقط، لكننا نحن نبه إلى جميعنا نواناً، ونساعدنا نبه إلى أخبارنا، نقول أنت في الإسلام رجل بطل نعم لست بمرأة نعم تريد أن تكون رجل مثلي مثلني لذا لا بد أن تزرع فيه القيام أنه رجل نعم تجربت هذه الوصول وحوولة هذه الوصول وحوولة المنزل أننا نعم مجتمع من جنة وإن المنزل انت تزرع القيام في البنت أنها مرأة ومتصبت هذه الوصول وحوولة هذه الوصول مجتمع تسلو وحوولة لك أنت جنة مغلق لها في الإسلام كرامة وإسلام أو أخيتي أعطيك أعطيك لها قيمة وعطيك أعطيك لها قيمة لابد نعلم الأولاد لذلك يجب أن نعلم الأولاد فإذا علمنا الأولاد القيم ارتحنا وعندما نتحدث هذه الإسلامية وإثيات الأولاد وإثيات الأولاد ستكون أكثر مفيدة نعم لابد أيضاً يكون عندنا قدوات نقول لهذا أنت قدوتك من؟ النبي الأمة عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام اقتده به وكذلك أن نعطيك روالي لأولادنا لذلك نقول لهذا أنت قدوتك خطيجة 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 بنت خويلد رضي الله نعم 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 تأخذ معك للسوق لا تأخذ معك للمسجد أنت مأمور بالولد إذا بلغ سبع سنين أن تأخذ معك للصلاة والصلي نعم 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 سؤال واحد one question one question راح غيره لا وجه السؤال نرجع لثوق وشينا. ها لثوق وشينا. ها. لو جاء السؤال. يالا بسم الله. شيخنا كنا نسلم على حالات الزوجية. نعم. نعم. صاحبنا نحكو عن المجتمع. نعم. نحنا حقين معكم كيف الترليد كيف ندعم مع حالات الزوجية والأولاب. نحن في صحيتي. نحن في مكان هنا صعب علينا. الآن درسال يتأمل شيء. تمر ترد. حالة سنة ثانية. يقول في صعوبات كثيرة عندنا هنا نواجهها نحن ونحن لسنا في المدينة. نعم. 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 قل أنت تكلم عن مدينة. نحن هنا في بريطانيا. نعم. وما تقول. كنت تتكلم عن مدينة. نحن هنا في بريطانيا. كل ما كان الأمر عليك أصحب كل ما أجرك كان أكبر. قال أنا لا استطيع ذهب المدينة. استعم بالله. يُعينك ما. يقول نعم. وعندنا في هذه البلاد من رب أولاده وبنات التربية صالحة. وعندنا في هذه البلاد من رب أولاده وبنات التربية صالحة. في المدرسة المركز الأول. في القرآن في الصلاة المركز الأول. استعم بالله. لذلك استعمال من الله. ثم أخواننا أنتم مع بعضكم البعض. هذا يقول عندي حال. هذا يقول عندي مدرسة. هذا يقول كذا. يعني لا بد نجتمع. لا بد نتعاول. نعم. في صعوبات ما يشك أحد. في صعوبات طبعا. لازم. يعني المسلمين الأوائل اللي قبلكم كانوا مثلنا الآن؟ لا كان أصعب. شوف الآن المساجد والله الحمد الثوب اللحية الأمور أحسن. إذن لابد نعمل لابد نعمل لكن نعمل لكن لا نخالف النظام. نعم. تحدث أو الإعادة الأمور الذين مدئ كل خلفون المعذيين لل المنزین لكم النار، سمع ت Beng清enas الثوبרה أم حجفل الأمور 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 ثوبت تأمن نعم! بفضل الله! أخوات الصوماليات في الغالب! أنا أراهم محافظين عن حجاب علباس علباياء! نعم! هذا الشيخ قال ، نعم ، هناك شيطان في كل مكان طبعا الشيطان في كل مكان فيهما الطيب وفيهما غير الطيب لكن لا بد أن نتعاون يا أخوان لابد أننا تكون لنا هوية إسلامية حيئة إسلامية لابد أن يتميزنا لابد أن ندعو غير المسلمين إسمع إذا لم تبدأ هؤلاء بالدعوة إلى الإسلام بدأوهم إذا لم تبدأ الآن أولادك بغرس القيم الإسلامية أنه رجل وأنه يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأوهم بالدعوة إلى أنه ليس بغجل إذا لم تكن تكون لديك بغجل في سواء المسلمين الإسلامية والإثياء والإدارات في الأسفل وأن تبقى هذه المسلمين في الأسفل أنهم موسلمين وأنهم مجموعة سوف يحدثون أنهم سوف يبدأون أنهم سوف يستطيعون أن تبقى أبو عبد الله وأنهم سوف يبدأون أن تبقى أبو عبد الله يعني صعب عليك الآن تقول لهذا أنت أبو عبد الله صعب هل يمكن أن يجوز في الإسلام أو لا؟ يجوز من الصغر الآن تكني يسرح أو لا؟ نعم يعني أنه من أبو عبد الله يمكن أن يجوز في الإسلام أو لا؟ أنه أنه أبو فلان أنه أبو سواء نعم يمكن أن تكني أبو عيسى كنية ودعوة لغير المسلمين وتربي على الرجول صغار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم كنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل أنه غيره وأبو ترافي وكنية علي بن أبي طالب وأم عبد الله كنية أم المؤمن عاشها وليس عندها عبد الله يصح إذن المرأة نكنيها والولد نكنيه حتى تعلم الرجولة أنه رجل نعم يكون له أولاد وذرية أبو إسلام أبو إسلام ما شاء الله تكني الأولاد هذا حل أو لا هذا حل أو لا هذا حل أو لا أبو إسلام أبو إسلام أبو إسلام أبو إسلام ومن ثم يتعلم إسلام وإنها أنت مجرد أو أنت مجرد 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 إذا من اليوم نكرن الكل ما رأيك نستطيع هذا حل حل أو لا حل الحمد لله لدينا في الدين الإسلامي خلول كثيرة دون أن نسرع مشكلة مع الكفار نعم لذلك في الدين الإسلامية نرى أن هناك مجرد 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 آج مجرد انية